منال يا منال وعليك السلام يا منال جزاكم الله الفخير على هذا البرنامج الأكثر من رائع الله يسودك وفيه فضلا أنه بجمعني وزوجي وبناتي في ساعة غلما نجتمع فيه في هذا الزمن الذي يعلمه الجميع يعني أنا أجمعكم فجزاكم الله خير أنت والغائمين على هذا البرنامج وعلى هذا العمل الطيب في ميزان حسناتكم يا رب العالمي يا رب يا رب فدكتور السؤالي هو يعني بسأل عن المقولة إكرام الميت دفنه هل هي مقولة أم هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا على ما أحفظها أنها مقولة مقولة طيب هل عندك يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعجيل الدفن خير إن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا أزلتموه عن أعتاقكم يعني أفهم من كلام يعني معنى الكلام إكرام الميت دفنه صحيح صحيح يعني يفضل إذا الإنسان توفى في مكان يعني أفضل يسم في المكان من غير ما يكم نقله لمكان آخر بحسب بحسب شوفي بقى أختي بحسب يا أختي خلني بس اسمعيني أحيانا رجل يموت في أرض غربة نعم فصح كثير من أهل العلم قالوا يدفن البياء مثلا كانوا يدفنون في مكان دفن موتهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة دفن مكانه صلى الله عليه وسلم فالأصل الإنسان إذا مات أن لا ينقل من مكان إلى مكان يدفن في المكان الذي مات فيه لكن هذه الفتوى ما أخذها قبل ألف سنة لأنه عندنا الآن ثلاجات موتة نعم وتحفظ جثة الميت نعم ولا يخرج منه ريح ولا نتن فمثلا رجل في أمريكا خرج الشاب 18 سنة تغرب خمس سنوات تعرض لحادث مات ما لحد أبدا أهله مثلا في الإمارات في الأردن في السعودية السفارة تأمن بنقل الميت هذا إلى وطنه ليراه في آخر نظرة الوالدة والوالد والأهل صح؟ صح فنقول لا ودوه أرسلوه انقلوه طالما فيه ثلاج موته وكذا عادي فهذه الفتوى بحسب حالها علمتي؟ نعم لكن واحد مات هنا مثلا رجل من الأردن عياله هنا وحفاده هنا وأجداده هنا في الإمارات وكذا بوصيه والله إذا ميت ادفنوني في وطن الأم الأردن قل لا ادفنوا هنا لأن كل عياله زوجته وأهله هنا علمتي؟ حل فهذه الفتوى بحسب حالي الميت لكن ليس على إطلاقها لا ادفنوا مكان ما مات نعم اقتنعتي ولا كلام فاضي؟ لا لا والله العظيم اقتنعتي ذاك الله في خير لأنه ترى حانا كان عندي إشكار في هل أحسن الإنسان يوصي أنه يدفن في بلد غير اللي هو لا عادي اختي عادي الله يمبر فكذا قلنا حتى إنه تماما جزاك الله في خير بالنسبة لفضل صورة البغرة يا دكتور بوتين يعني من يقرأها يوميا في المنزل يعني شو هي الفضائي تقرأيها يوميا هذا بس عند العجائز نقولك ما يدخل السحر ما يدخل كذا البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة البقرة الشيطان لا يدخل بيتا قرأ فيه سورة البقرة كم ليلة؟ كم ليلة؟ أربعين ليلة هذا مع الراتب هذا ثلاث ليال ثلاث ليال الشيطان لا يدخل بيتا قرأ فيه البقرة ثلاث ليال فأتي تقرأي كل يوم كل يوم كل يوم اقرأي العمران اقرأي النساء اقرأي العراف اقرأي الأنفال أنتم بس البقرة 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 ترى القرآن كله معجز التنوع في قراءة القرآن أنتم لا تعرفون الله إلا في المصلحة ترى القرآن ليس فقط في البقرة ترى عندنا النساء عندنا العراف عندنا المائدة عندنا الإسراء علمتي عندنا الكهف قصص كثيرة وموعظة وإرشاد فأنت لما تقول أنا أقرأ البقرة كل يوم لا لا تقرأ اقرأ البقرة مثلا لا يقدر علي البطلة وتأتي تحاج عن صاحبها يوم القيامة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يدخل بيت قراءة فيها سورة البقرة فضلها كبير لكن القرآن كله فضل علمتي وآية الكرسي لها أحاديث بالفضل أكثر من البقرة ورغم أن وجودها فقط في البقرة علمتي وعندنا مثلا قل أعوذي رب الفلق والناس لها أحاديث أيضا فضائل كالبقرة علمتي فالقرآن كله مبارك والكأف وص بها النبي صلى الله عليه وسلم تجعل لي ضيامة بين الجمعة والجمعة أليس كذلك ونور أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فليس بس البقرة اقرأ القرآن كاملا إن شاء الله نعم